اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ناخدها ونحطها في عين الاعتبار ألا وهي نلازم نفهم شو هي الكميات الفيزيائية تمام؟ ونفهم شو أنواع الكميات الفيزيائية مع شرح كل منهم وأنا كيف أتعمل مع الوحد الفيزيائية وقياساتها طيب أيضا كمان في عندي إشي أطلع منه من خلال ضرب المتجهات هس أنا بعرف مثلا عندي مقادير معينة أن أضعها ببعض تطلع عندي نواتج معينة طيب إذا كان أنا عندي متجهات أنا كيف راح أتعامل معها وشو هي الطرق اللي أتعامل معها للمتجهات هاي بطريقة فيزيائية سهلة ومبسطة طيب خليني يجي هسا يا شباب على الكميات الفيزيائية شباب الصبايا ركزوا معين نيح لأن هذا الاشي مهم جدا من خلال التأسيس الفيزيائية ولأن هذا الاشي بيرايحة كتير مراحل لقدام إن شاء الله من خلال هاي المادة طيب خليني يجي هسا على الكميات الفيزيائية تنشق لشقين شباب كميات عندي في قياسية وكميات متجهة لو أجلين نحكي شو هي الكميات القياسية أستاذ كميات القياسية هي فقط الكميات اللي إلها مقدار مع وحدة فيزيائية هس أنا بحكي عندي وحدة فيزيائية ليه؟ لأنني أنا بحكي عن كمية فيزيائية طيب هاي الكمية فيزيائية قياسية المنتجة قياسية قياسية معتو إلها مقدارا فقط كيف يعني إلها مقدار فقط يعني زي ما نحكي إنه إلها قيمة فقط لا غير طيب خلينا يجي كيف نعرف عنها رحاجة مثل سبيل المثال أقول لك هي كمية طبعا فيزيائية أوكي تحدد كيف نحددها من خلال مين من خلال المقدار فقط من خلال مقدار فقط طيب زي مين يا أستاذ عندك مثل على سبيل المثال عندي أشياء الكمية الفيزيائية اللي بحددها بالمقدار فقط يعني أوكي مع وحدة فيزيائية بحط الوحدة تبعتها بس ما بحط ما بذكر فيها اتجاه معين يعني على سبيل المثال عندي الزمن الزمن مثلا بحكي الحصة مدتها نصف ساعة أوكي انت حكيت نصف ساعة نصف هو المقدار والساعة هي الوحدة تبعات الزمن أو تحكي لي مثلا مية ميت ثانية أو تحكي لي ستين ثانية هاد كمان ايش عبارة عن كمية قياسية طيب عندي كمان غير الزمن عندي على سبيل المثال المسافة المسافة هي تحدد من خلال طول المسار الكل انا مثلا قطعته مثلا بدك تروح من البيت الى المدرسة انا ما برأت من البيت للمدرسة مباشرة على سبيل المثال روحت من البيت لعن صاحبي بعدين المدرسة بعد هاي المسافة كلها كم قطعتها فبحكي لان عندي هون المسافة كمية قياسية طيب ايضا كمان عندي زمن والمسافة وعننا كمان من خلال الوحدة الاولى في الاول ثانوي ايش اخدنا عنا الشغل وايضا كمان غير الشغل عندي كمان الطاقة طاقة ميكانيكية ام الطاقة الميكانيكية وطاقة الحركية وطاقة الوضع هاي كلها تطور من انواع الكميات القياسية طيب وعننا كمان ايش عنديك مثلا كميات قياسية طيب هايس من خلال الزمن والمسافة والشغل والطاقة هدول واحد معينة وفكية كمان غيرهم وغيراتهم من الوحد الموجودة طيب عندي هايسة كميات النوع الثاني هي كميات المتجهة شو بتخذيف عن كميات القياسية هي أيضا كمية فيزيائية لكن تحدد من خلال مقدار ومتحدد أيضا من خلال الاتجاه أستاذي طيب معناته هي خلص حكيت أن هي كمية فيزيائية على بعض فينها كمية فيزيائية هي كمية تحدد من خلال المقدار وأيضا والاتجاه معا يعني لازم يكون لها مقدار والمقدار إلى وحدة وأيضا لازم أحط اتجاه معها طيب شو هي الكمية مثلا المتجهة نستعد منها في حياتنا عندك حط طريق مثل عندي أول شيء السرعة سرعة الأجسام أنا بحكي مثلا قطاية بسرعة تمام مثلا 20 كم بالساعة اتجاه الشمال طلع لي أنا حكيت 3 هاي أول 30 كيلو 30 هاي مقدار كيلو متر في الساعة هاي وحدة تمام بس أجي أحكي إلى الشمال هون اتجاه بحكي شمال X الموجب X السالب Y الموجب Y السالب هاي كلها تعتبر اتجاهات يا أستاذ طيب معناته عندي مثلا السرعة وعندي كمان التسارع وعندنا كمان إيش خليني إيش كمان هي كميات المتجهة تعتمد لها وحد مقدار ولها اتجاه عندي كمان القوة وأيضا كمان مثل ما أخذت في الأول الثانوي المجال الكهربائي تعتبر كمية متجهة وأيضا عنا كمان إن شاء الله رح ناخد للفترات الجاية اللي هو الزخم الخطي وعندي كمان العزم عزم دوران عزم خطي هذا كله إيش تعتبر من الكميات المتجهة يا أستاذ طيب ممكن كمان تضيف لي هون عندنا الكميات القياسية كميات القياسية ممكن أن أحكي هون عندي تردد إذا بتتذكروا خدنا إيش هون التردد عندي كمان الزخم الزاوي يعني بتقدر كمان إيش تحط أنواع معينة اللي لها مقدار إلها فقط بتذكر إيش اللي لها مقدار فقط المستحيل تتحدد باتجاه بحكي له هي كمية قياسية طيب وعندي كميات كمان متجهة أيضا نجم أعرف شو هي الفرق ما بين كمية القياسية وكمية المتجهة هي فقط في أن عندي هون الاتجاه يتحدد وانا لا يتحدد الاتجاه طيب ممكن أطلع شغلة معينة أو فروق معينة ما بين وين القياسية والمتجهة هاي الفروق الواحد تبعتها بتكون تستعمل للجهتين يعني على سبيل المثال ركز معي هون خلينا نحط في الخط الأحمر عندي هاي المسافة شو تقاس وحدة المسافة بحكي للمتر طيب أيضا في عندي من خلال الكميات المتجهة في عندي كمية قياسية كمية المتجهة هي الإزاحة هي شو الإزاحة تمام هاي الإزاحة يا أستاذ أيضا تقاس بالمتر طيب شو الفرق ما بين المسافة والإزاحة هاي تقاس بالمتر وهاي تقاس بالمتر طيب هاي كمية قياسية ليش وهاي كمية متجهة ليش هز إحنا أعرفنا هاي كمية قياسية كأننا حقتلكم إياها بس للي ما ركز معي يركز معي يا شباب وصبايا طيب المسافة هي إيش تعتبر طول المسار الكل الذي قطعه الجسم هي طول المسار الكل الذي قطعه من الجسم خلينا أجبنا خط أعداد بهذا الشكل بهذا الشكل عندي هذا الرقم مرقم من صفر وهون واحد هون تنين هون سالب واحد هون سالب تنين طيب عندي مثلا بوكس بهذا الشكل اتحرك هذا البوكس من عند النقطة صفر هاي مثلا النقطة البدائية عندي هون كم كانت عندي النقطة صفر متر هذا الخط الأعداد يعتبر لل می هلال ماتر هادي المتر هادي المتر هذه اللي هون طيب هاد عندي هون كم كان واقف عندي الصفر متر تحرك إلى اليمين اليمين وقف هون طيب هون كم موقعه هون اتنين متر بعدين لف ورجع راحل عند هون وقف عند السالب النقطة السالب اثنين هاي التالت خطوة ره تحكي لي لهذا البوكس يعني بمعنى كم طول المسار الكلي الذي قطعه هذا الصندوق أو هذا الجسم راح تحكي لي المسافة طبعا ترمزينها برمز S capital بهذا الشكل شباب معناته بس أنا آجي أحكي طول المسار الكلي معناته S total أو S الكلي total بهذا الشكل S total معناته المسار الكلي بحكي له راح أعد المسار الأول هو من الصفر إلى ثنين يعني S1 تمام بحكي لحسب لها إياها زائد الطول المسار الثاني الذي قطعه اللي هو من هون لهون بتحكي لي هون S2 حلو طيب يا أستاذ S1 كم كم متر هاي من صفر إلى ثنين كم متر بتحكي لي هون ثنين متر حلو طيب من هون لهون كم متر من عند ثنين متر عند الثنين متر بدي أحسب كم عدد طول المسار الكلي تبعها ليش اللي هون كمية قياسية أنا عندي لأن تحسب طول المسار فباجي بحكي له هون عند الثنين كيف بدي أحسبها كيله واحد ثنين ثلاث أربعة خمسة باجي بحكي له هون زائد كم خمسة طيب طيب دينين زائد خمسة أعطاني كله سبعة متر أعطاني كله كم سبعة متر هاي تعتبر كمية مالها قياسية ليه؟ لأننا حسبت نقطة نقطة كم المسار كم الجسم كم مشي طيب خلينا نيجي هسا على مين الإزاحة الإزاحة هي أيضا تقاس ووحدة المتر لكن تختلف عنها الإزاحة نحكي عنها هي الفرق هي إيش؟ الفرق بين الموقع النهائي والبدائي لمين يا أستاذ؟ للجسم لمين؟ للجسم طيب هذا يا أستاذ إشي بحكي لك يا إشي مهم جدا جدا خاصة هنستخدمها في وحدة الزخم وكمان نفارق ما بين الإزاحة وأيضا كمان المسافة لأنه بستجي أنت تطلع السرعة فيه سرعة بقانون المسافة فيه سرعة بقانون الإزاحة يا شباب وصبايا لازم نعرف إحنا إيش هو القانون تبع السرعة وإيش هو تبع الإزاحة يعني بنا نفهم إيش هو المسافة وإيش للإزاحة بنا الفرق ما بينهم طيب الإزاحة بأخذ فقط الفرق ما يدى الموقع النهائي والبدائي طيب إذا بحكي أنا أم بحكي فرق صح؟ إذا فرق إيش برياضيات كنا ناخد الفرق إيش اللي مع المدى يدل الفرق اللي هو الدلتا الدلتا بتعطينا القيمة النهائية ناقص البدائية يعني على سبيل المثال الإزاحة أنا هون بحكي لمين لمحور X معنا طبعا بحكي له دلتا مين؟ دلتا X شي يعني دلتا X؟ يعني دي أطلع النهائي الموقع النهائي وين مرقف ناقص البدائي مع ذكر مين؟ مع ذكر الاتجاه يعني خلينا نيجي نحل هاي هون حلينا الإزاحة المسافة طبعتها هسه بنوجد الإزاحة فيها هاي الإزاحة تبع هذا البوكس بحكي له دلتا X بدي أطلع الإزاحة تساوي X2 ناقص X1 ليش هيك حطيت X2 ناقص X1 يعني الموقع النهائي ناقص البدائي ليه أنا كسويت؟ لأن هنا في أنا عندي دلتا ليش حطيت دلتا؟ لأنه ما بحكي هنا عن فرق بس هاي هي طيب يلا يلا يا شرطين X2 كم قيمتها؟ يعني وين الجسم وقف آخر نقطة؟ الموقع النهائي تبعها وين آخر نقطة وقف فيها؟ هيها كم سالب تنين؟ طلع علي أنا ما بدي هذا الرقم هذا الرقم ما بدي إياه هون بدي أنا هاد وين النقطة وقف فيها؟ كم مقدارها؟ سالب تنين بحطها مع السالب طيب السالب من القانون بنزل X1 كم البداية؟ وين نقطة البداية؟ هيها صفر طيب سالب تنين ناقص صفر حكينا الأساس الإشارات المتشابهة نجمع ونحط الإشارة نفسها يلا اجمع اتنين زائد صفر صفر اتنين زائد صفر اتنين وحط الإشارة نفسها تعطيني سالب تنين سالب تنين شو؟ متر طيب على ماذا تدل الإشارة السالبة هنا؟ الإشارة السالبة هنا تدل على أن الجسم يتحرك إلى الـ X السالب إلى وين؟ إلى الـ X السالب هون الإشارة السالبة تدل على حركة الجسم إلى وين؟ إلى الـ X السالب تمام؟ خلص يا أما بكتب هيك سالب 2 متر خلص بعرف لحالي X أو بحط له 2 زائد 2 تمام؟ وبقول له هون X سالب بصير هيك أو هيك يا بتحط له سالب 2 متر يا أما بتحط لي 2 متر X سالب بس هو النصيحة تكتب لها بهذا الشكل مع أنت راح تطلع معي هون دلتا X اكتب لياها بهذا الشكل 2 متر وين? X سالب شوف لاحظ الفرق هون المسافة أعطتني 7 متر لازم تطلع بالموجب ضروري بالموجب هون بيكتب لك إياها انتبه دائما المسافة بإيش بالموجب يا أستاذ لا تحكي لي ما راح تستفاد منها كل راح تستفاد منه إن شاء الله خاصة كمان في الوحدة الأولى طيب نرجع صفحة أيضا خلينا نفهم شغلة معينة خلينا أحكي لك إياها سريع سريع عندي كمان من خلال الكميات القياسية عندي كمان الكتلة وعندنا كمان من خلال الكميات المتجهة عندي الوزن هذا للأسف الشديد معظم معظم الناس كلها سواء إذا كان طالب ولا غير طالب بقول لك إن الكتلة والوزن هم نفسهم مستاذي لا الكتلة هنا تحدد بالمقدار المادة اللي عندي يعني تحدد مقدار مادتك إنتر هذه تعتبر كمية مالها قياسية والكتلة هل ممكن أن تكون بالسالب؟ لا طبعا فما أنت بحكي له هون كمية قياسية فيزيائية تمام؟ تحدد قيمة إيش؟ تحدد مقدار المادة للجسم هذا هو تعديف مين؟ الكتلة طيب الوزن هو نفسه مين؟ هي كمية أول إشه متجهة ليه؟ الوزن دائما هو نفسه قوة الجاذبية هو نفسه مين؟ قوة الجاذبية طيب لو سألنا سؤال للشباب الحلوين قوة الجاذبية لوين دائما اتجاهها؟ مين بيجربين لتحت؟ خلص حقيناها هي من المركز الأرض معناته الأجسام دائما تنجرب إلى مركز الأرض وين مركز الأرض؟ إلى الأسفل معناته منتجها واتجاهها دائما إلى الأسفل هذا الفرق السريع ما بين الوزن وأيضا عندي الكتلة يا أستاذ طيب خلينا نيجي على النقطة الثانية اللي هي حكينا عن الكمية الفيزيائية حسنا يا شباب نحكي عن كيف أتعامل مع المتجهات طيب حسنا من خلال الكمية القياسية للفيزيائية نقدر أنه مثلا نحكي الزمن ثلاثة ثواني نضربها في زمن آخر نقسم المسافة على الزمن بتعطيني سرعة ومنها الحكي صح؟ طيب ممكن هسا الضرب المتجهات يكون عندي مثلا متجهين هذول المتجهين بتقربهم ببعض في مش من هيك مني لحالي أضرب منتجهات ببعض يوم البعض ليه؟ لأنه هاي إلها خاصية معينة القياسية وهاي المتجهة إلها خاصية معينة طبعا هسا عشان قبل ما آآ 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 نفوت في ضرب من المتجهات بيحكي كمان شغلة صغيرة الكميات القياسية في الكتاب بتكون مثلا بيكون مكتوبة أغلبها بالخط الفاتح صح؟ صح؟ أما الكميات المتجهة مثلا نروزلها برمز إيش؟ فوق الرمز سهم إيش بيعطيني؟ فوق الرمز على سبيل المثال بيعطيني مالو سهم صغير يعني لو جينا هاي القوة القوة كمية متجهة صح؟ القوة إيش رمزها بالانجليزي؟ طيب بدي أجي أحط فوقيها سهم هاد السهم خلص إنا عرفت أن هاي كمية مالا متجهة أستاذي حلو طيب أنا عشان بدي أنا أتعامل مع ضرب المتجهات عندي منتجهين ببعضهم البعض على سبيل المثال في عندنا قانون عزم الدوران أو بلاش قانون عزم الدوران خلينا نجي نحكي قانون الشغل قانون الشغل يا أستاذ عندنا من خلال القانون نحن أخذنا بعطيني W تساوي F ضرب D صح؟ بعطيني هون كمية فوقيها سهم وهي فوقيها سهم طيب هاد كثير شفتوا بالكتاب طيب شو معناته؟ F فوقي سهم معناتها كمية متجهة ضرب D فوقيها سهم صح؟ طيب هاي D احنا كنت تحكولها مسافة هي غلط تحكي لها مسافة هي إزاحة هي إيش؟ هي تعتبر إزاحة طيب هون اطلع لاحظ معي في عندي ضرب ما بينهم نقطة جاي إيش؟ نقطة طيب بعدين الحاصل تبعهم شو أعطاني؟ أعطاني رمز الوات دبلو اللي هو تبع هايش الوات كل شغل طيب أعطاني فوقيها سهم عانتهم مش كمية متجهة عانتهم مش كمية متجهة إذن هاي تعتبر كمية قياسية طيب كيف عدتنا كمية قياسية؟ طيب أستاذ انت ضربة تنتين متجهة بمتجهة ليش ما عطت نقطة متجهة؟ لأنه يا أستاذ هذا الضرب من سميه الضرب النقطي انت هون ما عندك رياضية انت هون فيزياء في فرق من بين النقطي وفي عندنا تقاطعي زي هيك طيب أستاذ انا هايك باخد برياضيات بالفيزي راح يختلف هذا اسمه ضرب تقاطعي هذا ضرب ايش؟ نسميه ضرب التقاطعي طيب الضرب النقطي متل ما اتفقنا انه شو بيسوي بالمتجهين؟ بالمتجهين شو بعملي فيهم؟ بحكيلي هسا في الضرب النقطي بيخلي ليهم كمية مالها قياسية في الضرب النقطي بيخلي ليهم كمية قياسية طيب كيف يدي اميز او شو الالية بالظبط؟ بحكيلي هسا شايف هاد المتجه له مقدار صح؟ خد لي مقداره لحال مقداره لحال يعني مثلا خمسة نيوتن للشمال خد خمسة نيوتن لحالها وضربها ضرب عادي هي هاي الستار ضرب مين الازاحة؟ هاي مقداراً يعني اذا بدي امثل مقدار بالشكل بالفيزي بحط هاد الشكل لقيمة مطلقة قيمة مطلقة شو يعني؟ يعني انه حطيت فقط مقدار طيب ضرب مين؟ ضرب كوساين الزاوية المحصورة ما بين المتجه القوة مع متجه الازاحة الزاوية كوساين ثيتا الزاوية المحصورة هي الزاوية المحصورة ما بين المتجه القوة مع متجه الازاحة أنا من خلال هذا القانون بقدر إيش أطلع كمية قياسية وهي الشغل كمية قياسية وهي الشغل معناته نتجع الضرب القياسي هو الضرب القياسي هو الضرب ما له النقطي لمين لمتجهين فقط طبعا لازم تضرب كل المتجهين لمتجهين لمتجهين وينتج عنهم كمية قياسية ماذا ينتج عن الضرب القياسي أو الضرب النقطي ينتج عنه كمية قياسية مثل هسة اللي قلت لكم عنها مثل الشغل طيب يا أستاذ شو الصيغة أعطيني الصيغة الرئيسية صيغة صيغة الصيغة الرياضية بهذا الشكل تعطيني مثلا عندي المتجهة الأول ضرب لا هون اوكي حكينا هون ايش لازم يكون ضرب تقاطعي طيب أنا عندي هسة هون هاد الكمية المتجهة ما اعطناش ضرب نقطي مثلا بدي أضرب ضرب عادي هون بدي أضرب ضرب عادي صح هيك رح تعطيني السؤال هاي المتجهة الأول ضرب المتجهة الثاني كيف أميز بين ضرب القياسي بحكي له بس بمسك مقدار الأول تمام هذا هيك يعني قيمة مطلقة يعني مقدار المتجهة في المقدار الثاني في كوساين الثيتا كوساين من الثيتا إن شاء الله هذا يا شباب رح يكون معكم في الدوسية إن شاء الله أول ما تجهز إن شاء الله هذا كل الصيغ بتلاقوها معكم مية بالمية طيب الضرب المتجهي معناته بيّنت الأمور صح عند الضرب القياسي بحطاني ضرب نقطي طيب الضرب المتجهي هو لو نيجي على على مثال آخر لو نيجي مثلا على عزم الدوران العزم الدوران هو إيش تاو تعطيني شو تاو هاي القيمة اسمها تاو طيب تاو إيش رح تعطيني أيضا تساوي متجه F تقاطع من نصف القطر الإزاحة تبعت الدائرة تمام هي إيش من نصف القطر عشانك في فرق بين D و R هاي الطبعات هي إزاحة بس هاي تتعطبع لنصف القطر طيب هاي ضرب تقاطعي إذن بس أضرب تنتين ضرب تقاطع ببعضهم البعض لازم يعطيني كمية مالها ناتجهم كمية متجهة طيب كيف الآلية تبعتهم يا أستاذ تحكي لي هون الآلية تبعتها هون احنا اخترنا كوسائي عند ضرب التقاطع أو ضرب المتجهي أيضا بأخذ مقدار F في مقدار R في ساين الزاوية ما بين F و R ساين الزاوية ما بين F و R مع بعضهم البعض طيب هون معناته نكتب هو ضرب تقاطعي لمين لمتجهين وينتج عنهم كمية مالها متجهة طيب مين فكر بهاي الشغلة فيه اشي ما حكينا شو هو فيه اشي جدا مهم جدا 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 ما قلنا ولا جدنا سيرته هسا كمية المتجهة خلص لها مقدار واتجاه مقدارها طلع على سبيل المثال طلعنا هايو الهو تاوب مثلا اتنين اوكي طيب كيف اطلع اتجاهها واتجاهها يحدد من خلال قاعدة اليد اليمنى من خلال قاعدة اليد اليمنى طيب يا شباب يا صبايا لحد هون حصتنا مهمة جدا وحلوة تمام وان شاء الله للحصص القادمة التأسيسية ان شاء الله رح نفهم مواضيع مهمة جدا جدا رح تساعدني من خلال الكميات الفيزيائية وان شاء الله كمان رح نفوت في مواضيع مهمة رح تساعدني ايضا في مادة ايش المادتنا هي مادة 2005 المنهاج الجديد طيب يا شباب يا صبايا يارب تكونوا فاهمين اموركم مية بالمية ولا تخافوا وهاي كمان رح تكون موجودة في جوسية مطبوعة على كيف كيفك وتكون موجودة فيها اسئلة مهمة جدا وعشان انت كمان تساعدك طيب من خلال هاي الاسئلة كمان احنا ان شاء الله رح نحلها رح نحل مع بعض فيها واحدة وحدة وخطوة خطوة والله يعطيكم الف الف عافية نراكم للحصة القادمة الجديدة السلام عليكم اشتركوا في القناة